السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير كيفية الأخبار. ما في تعليقات. كيف أخباركم إن شاء الله إن شاء الله طيبين. تعبانين اللي لشك لكم نائمين. وديعين كده هادين لطيفين. خبستوا يا أخوانا ولا لسه؟ قال لهم انتظرين صوانيكم. حلالة بتاعت العدي كان سموها الدعم جره. مش الصالون تقول الله حليق ليه الدعم جره. ولا على الله يجل بيه سموه على الله وعلى حماتي. لا المركوب آه سوري سوري المركوب يسموه حماتي. وإلا الحافلة الطويلة ديك شفت قبل قدحة السيدة ببيتة بيكون مشتر لقلاب بتاع رملا خدتين بيته ببيتة فيه ديك اللي تكون دفرة. سموه حماتي. عزم عقد عزالة ضجاته. زو! 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 موسيقى موسيقى السلام عليكم مساء الخير كيف أخباركم إن شاء الله طيبين في خيانة كده حاصلة يعني 2019 بعد الناس ما قابلوا في معرض الخرطوم فأنا تكلمت عن الإدارات الأهلية يعني قبل ما تلاقيه فقلت يا أخي اشتراكم وما عارف شنو وكلام كان حار يعني جابوه في المقطع لفهم غنوات الثورة كلها في خيانة حاصلة أنا ما مرتاح يعني إحنا أخوانا نتكلم مع بعض كده الاجتماع بتاع يوم الثلاث كان فيه نظار مع المكعة جيب الهادي ربنا يشفيه وإن شاء الله وربنا يقومه بالسلامة والمكعة جيب الهادي يمر بظرف صحي صعب جدا يعني وقاعد يحترم الشعب السوداني بيقعد في الكرسي وهو لا يستطيع أنه يقعد في الكرسي وسمعته تسجيل المرفات ما بقدر يتكلم بلف العمة وبيقعد في الكرسي وما جنبه ممرض أو زول مسانده هو قاعد يعني بوجه رسالة للشعب السوداني بطريقة الناس الكويسين المعندوا عن حاجل كانوا معاه في المؤتمر بتاع قفة للخرطوم الناس الكويسين الإدارات الأهلية النظار المؤتمر الصحفي ده ممكن نشغل لكم بكرة ناديكم يعني فيكن جزء استلم البكاس بتاعت حمدتي والمكعة جيف في آخر لايف حقه وقال لكم تسلموها للقوات المسلحة أنا ما في حيث ما دعم سريع قال لكم افتحوا البيوت استقبلوا الفلسطينيين واليمنيين الما عندهم حتى يلجأوا فيها وظروف صعبة وما عندهم إجلاء أحدد لكم قال لكم افتحوا المساجد استقبلوا الرجال افتحوا البيوت استقبلوا النساء خلوهم مع أولادكم وبناتكم ما في حركة لسبوع الفات طلع قال ان يتبرع من القبيلة بألف مقاتل دعم للقوات المسلحة واللي هي كممكن تحرس الأطراب بتاعت الخرطوم أو جنوب الخرطوم جبلولية المناطق بتاعت يعني في حاجة انتو في شنو يعني الكفة دي ما إلى أعلى وين ولا الناس بتحسب هنا البطان البطاحين الكواهلة القبائل المسلحة دي كلها ما في ذلك دارعين ولا أولى السودان هنتكلم عن القوات المسلحة الآن تكلم عن السودان احنا تكلم عن تأمين الطرق السفرية بنتكلم عن تأمين المناطق بتاعت الإنتاج بنتكلم عن تأمين انه يا أخي والله يا أخي في ما أقل من ستة سبع مليون سودان قاعدين في الخرطوم الآن إذا مرقوا ستة مليون من اتناشر فهينتح بتأمين اللوارب تحت الخدار تأمين الأسواق انها تتفتح حتى لو في الأطراف سوق المركز بحري سوق المركز الخرطوم رغم انه فتح يعني جبلوليا انه الناس تعرف انه يا أخي في حركة ما هو انت مدام قاعد في البيت العدو بتاعك ده بحيس انه مسيطر عليك أنا مؤمن تماما أسمع الناس دي حتطلع الشارع بعد خمسة يوم شعب السودان دي كله براه حيمرك والخمسة يوم دي قاسي ما تطلع الحرية تغيير قل لك حدده ساعت الصفر وحدده ساعت الزير أنا والله بقول الحاجة الحاسي ان الظروف حتطغطك براك حتطلع الشارع لكن احنا كنا دارين طلع منظمة وطلع فيها حماية وطلع تحت رايات والناس مع الشيء مع ناس مع عرفاها وما في ذلك المقطوع من شجرة يعني البلد دي لا فيها كبير لا فيها عمدة لا فيها ناظر يتكلم لا فيها جهة سيادية يتكلم لا فيها وزير يتكلم لا فيها مزئول أهلي يتكلم لا فيها الشيخ طريقة يتكلم أنا ما قادر استوعب يعني القبائل دي قايمة على أسس تنظيمية مجتمعية صعبة جدا ما بتقرأ تخترغها لا غياداتنا الكبيرة لا عمامنا الكبيرة لا الشال يقعدوا كده والعصايات يقعدوا الزولداء كان معاو ناس يا أخوان لما انغرر يكفر الخرطوم كان معاو ناس في نفس الليلة هو مرد الناس المعاوه ما في زلداء يتكلم حتى الآن أنا ما قادر يتكلم السودان ده ولا شنو يعني إحنا يا أخوان البلد دي قائم على خطوط الخطة الأول هو المجتمع نفسه والشعب السوداني والشعب السوداني مر في الأربع سنين دي باتفاقيات وقعت الكيانات السياسية والحزبية أدت إلى التكسيم وأدت إلى الإثارة القبلية والنعرات وأدت إلى ده كله وبيقى مهنفزه الشغال بيزولي وصلت المرحلة للبيت نفسه وصلت المرحلة الأسرة ذاته حسي لما انحصلت الضربة دي البيت جوه مقسمة في ناس دارين يقعد في ناس دارين يمشوا الله الدار يمشي يمشي بياخو في ستي ما فاضل ليك زاد والدار وعد وعد في ستين أيزل ده بيت واحد كلام عجيب طبعا ما هي عندها إيجابيات الحرب دي حتنعكس علينا بالتأكيد إن شاء الله وهو خير لكم فالنظار دي للآن وين الجبال دي اللي اشتراها منه الجبال دي خايفة من المستقبل الجبال دي في حاجات تمت بيتيحت إحنا ما عارفين وكل البتمدى في مصلح الدول المحاور بالمناسبة هما الحارب دي حسي ورتنا حاجة برضو ورتنا إنه السيد سيد والعبد عبد الحاجة دي مهما عملت حارب مهما عملت سورة مهما عملت إحنا بيقى مطبوعة في أزهاننا يعني البصات الحسين تبتسمعوها بيقول لك والله دفعنا للزول واتفقنا وما جانا ما جاء كنت دافع لكم اثنين مليار الأسرة الكبيرة في السودان بتأجر خمستاشر بص بيدفعوا في البص 40 مليار بيصلوا الموقف والمعبر هناك كنت قال الزحمة دي لشنو ما لأنك إنت البسيط إنت نفسك اللي كنت بتيجي تقعد في الجوازات ده تقعد بره هو بيخش لأنه ودى اللواء ودى فلان وداية بواسطة ودى الجن وهو نفس الحاسة الحسي بعد ثورة ما قدرنا نمسح دي وحسي في الظروف دي كل واحد يقول لي يا نفسي يا نفسي رغم إنه بتاع البص متفقيم معاه وتقالوا إنه لو ما ما يجيك وياكل قروشك حيمشي ينوب في البيت يعني ما فيه زول تاني دفع عليه وصير بالشيل خمستاشر بص تمانية بص صادر عشرين بص بيجوا الجوازات بيدفعوا ما بينزلوا الواطة دي الليلة قبائل كان عندها كتير مرت بظروف في الثلاثين سنة قهرت وما كان عندها راي ولا بتسمع ولا يحيل لما إن الحر جات ما نسمع نحاس ساي ودلاليك يعني إحنا في السودان كلنا عدونا واحد الدعم السريع ده ما أنشئ كمؤسسة اليومية السنة ولا أنشئ من بطن المجتمع أنشئ بغرارات ورق وقع فلان وقع فلان وقع فلان عملوا دعم سريع أدي وقروش أدي دهب أدي بتاع ودي اليمن ودي ليبيا ودي الارتزاق إحنا كلنا الزول ده عدونا يعني ما في اثنين ثلاثة يعني تستغرب في بحري الدعم السريع حسي إحنا بنقرف في الرسائل والتعليقات في في الصبابي محتليها شنبات محتليها احتلال عديل وين الناس ديلا عشان ما تبقى فوضى بعدين انتو ما بتجري تلموا البلد دي ولا حتلموها هو المخطط فصل سابع تكسيم السودان الشعب السوداني ما عنده غيم حيموت دي كانت ممكن تربط المجتمع تقسر الامد بتاع المخطط لكن ما في حاجة ما عارف يا يعني المك عجيب قطع مشوار كبير جدا بانه كسر الشوكة بتاعت الدعم السريع وسيطرته لو ما المك عجيب الجيش ديزاته ما كان يتحرك ولا كان حس انه كان في 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 خاين قاعد له في صدره اربع سين ما قادرين يتنفسوا او من 2013 والهجم العاملينها الحرية والتغيير حرية والتغيير ما عندهم حاجة ما تسمع الفوضى بتاعتهم القروبات دي الناس نواقص ناس قعمدينة قيادات الحرية والتغيير والناس الجديدة في الصفحة ما عارف الجوالات الخيضينة وامس انا قريت كلام لخالد سيلك خالد سيلك كاتب ويخرج لنا الذي يضع وش الكرتون في السودان كله ما في زال خات وش كرتون الا انا طبعا قاصبني عديل وانه يا اخي حمل الحرية والتغيير الحرب وانه هي داعت شغلنا للفيديوهات دي كانت الامس ذاك الردسة يا خالد سيلك خالد سيلك انا طالع لك بكرة عديل معني حتى لو مش الخرطوم سقطت لو النيل دانيشف انا طالع لك انت بس ودي دعوة للناس اللي بتكلموا سياسة وبعرفوا سياسة وعملين فاسياسين انا جاي اركب معاك رأس اسطورة خالد سيلك انا جاي امسحها نوعية خالد سيلك كالسفيها الحمدابي محمد الفكير ليه لكاتب بيان طويل عريضة اخوانا قريتوه البيان ما كاتب تحت فيه لا للحرب ليه لما كاتب لا للحرب لانه حس بالخطأ الوقع فيه حس انه هو الدعم السريع ده اخدوا مطية وصلوا الحتة دي حيبلعوه محمد الفكير خلاص انتهى محمد الفكير لك ما بكادر يتكلم انه الدربة الخشبية والدعم السريع دا هو الفتح الباب للموسات لجياد هو الفتح التصنيع الحربي ما بكادر يقول الكلام دا محمد الفكير لكن احنا حنقوله لاهله حنقوله للناس وحنقوله للمغيبين محمد الفكير دعوة الفتح التصنيع الحربي يجاب Below صرفها بيتكلم كلام فلول فلول كيف يعني ازود لماشي يجب الموسات وفدي 8 أنفار ماشا معاهم مجلس سيادة فتحوا التصنيع الحربي المخططات والخورة ضد دعم السريعي بيوصل هناك كيف؟ قدرك شف الحتة دي كيف الدعم السريعي مهود الزيارة بتاعت عبد الرحيم وزيارة الموسادة الإسرائيلي والأجهزة البتيجة أخذ الخرطة المحمد الفكيري يسل لجنة الفقدت ملفين مهمين جدا فقد الملف بتاع دار الوثائق هاردسك فيه أي حاجة عن السودان وأخطر حاجة فيه والقبائل على جهات أبيي والمسارات بتاعت الرحل ما عندك حسن ما استند انت الخطر الثاني اللي فقدناه هو وزارة المالية الأرشيف بتاع السودان الهاردسك ده فقدته لجنة التمكين واحد من المضللاتية يقول ليه اخي تفقد بعد الانجلاب بلاغوا ما ذاعد يا أخي من 2021 ما بتتغي الله انت ما بتتغي الله لما نزلت الهيبا وعبد الله سليمان ولجنة لجنة التمكين الممر السري بين وزارة المالية والقصر الجمهوري الصور وقالوا داي جون سريا بتاعت الكيزان هو الوقت دا كانوا بداروا على انه نزلوا السيرفرات بتاعت وزارة المالية ما كان في حج ينزلوا بيها لانه المضوع كان ممكن الناس تصوروهم وقولوا لييلة والله إنسا الأحزاب نزلوا الأرشيف بتاع المالية عنده شنوه عشان غطوا الفضيحة قالوا لجينا ممر عملوا غردون انت الممر دا عملوا انت دم ننبس جلازول هزعت تخش كده حتة الشاطين دي كيف نفق تحت النيل في حتة مهجور مبنية سنة 1890 تح مار ولا شنو لكن هي الفكرة انه يغطي دلمستندات الشغال بقى حميتي حميتي الآن أسيكا لاباكن كومبوستي بتكلم عن ضباط معاشيين بحصل لون استهداف حق البيت الحسعي نهب بيتهم وكسروه وكسروه ايا حاجة دخلوا بيتهم غلط لأنه جارهم عميد معاش في الطابق الفوق أنا بتكلم عن أبوسعيد الليوة الساقوا بيته وساقوا زوجته وولده الملفات الده لهم منه الدعم السريح جاب الكلام ده من ويد الدعم السريح شنو بيستهدف المعاشيين بتاع القوات المسلحة في المعاشيين بتاع القوات المسلحة بيستهدف ناس معينين ده شنو ده أنا ما فاهم وين الاستخبارات العسكرية الجيش الجيش بيعين بيتبتع بيصفوا لك في ناسك بيعين يعني ترجعون ولا انا ما فاهم بيعمل كده كيف وصلت المعلومة دي كيف ديل ديل الحرية والتغيير اللي انتو خايفين منه لما تيجي تقولوا كلمة الحق يقول لك التواقف مع جيش الكيزان طيب انت جيش الكيزان ده يا خالي السيليك ما عندك عليه ملف انا بس حاجة بسيطة حديك لها الان خالي السيليك عنده ملف بتاع ما بعد انقلاب 25 عشر الملف فيه 45 حالة بتاع الشهيد شاء للملف ده وبعد ما طلعه من المعتغل طلع بريء ما عنده اي حاجة شاء للملف ده قابل المبعوث الامريكي والسفير الامريكي في الصفارة الامريكية الصورة قاعدة البوستي قاعد في صفحته مش اقدم ليهم ادانة القوات المسلحة والدعم السريع ووزارة الداخلية بقتل المتظاهرين عنده ادلة وعنده مستندات وصور واسماء الشهداء مش اقابلهم بعديها جبه شهرين قاعد معا حمادتي والدعم السريع البرهان والجيش عمل حاجة اسمها التسوية طيب اخي الملف بتاعك ده يا اخي انت مبدين الناس زي اللي قلت مبدينون يا خالد موضوع انهم فضلوا الاعتصام انساو موضوع انهم قتلوا الشهداء عكر بهدين انساو انت ماسك الملف ده انت كنت في الاعتصام بتقول اي قطرة دمحة حاسبهم مش اتوقحت الوسيقة الدستورية جاء تتكلم معاي انا يا خالي السلك انت انا حنتهي من تاريخك السياسي تماما مش انت وهو حاجة تفهموها يا اخوان انا لما انا مسك زول ده لنا كرات بالمناسبة والله جد والله اتنين كيلومتر مربع من عينة خالي السلك ده ما يهز فينش عاره اتنين كيلومتر مربع طيب انت بتمسك الزول ده بتبشتنه بتبشعبه وليه يا صرفة خالد حنان ومنخرى معارف اه اونكلمين المشى البلاد المتجمدة في المحيطات دل بيصرخه ساي انا دائرة لتزور الوراو حنان دي وراها مشروع بتاع تهويد تكفير تمجيس تدنيس الشعب السوداني انا حنان ما عندي معي شغلة ولا انا خارطة بتاع يعني حاجة يعني مشروع دي حسع دي الا تلف بيو كده تشفيه لها حتة تانية ما بتقدر تطبقه في بلده انا حي فيها ما بتقدر لا تستطيع حائط صد منيء قدام الحاجة دي خال السلك حسع بيضلل في الناس بيقول فلول ما فلول فلول شنو يا خال السلك الملف ده بدينا البرهان وحميتي كيف تجي تقول لي يا اخي الدعم السريع يصبح واقع مش هتقلت له الامريكي ده شنو انت انت مش هتقلت له الامريكي ده بس من 25 عشرة في 45 شهيد انا بدينا الدعم السريع والجيش اسي الملف ده داعد لما تجي تتكلم عن اتفاق اطاري لا للحرب انا ما اتفق معك جينا قلنا لك منول قال دائر حارب انت ليه ما تكلمتا الديناك ما يثبت ويدلل بالصوت والصورة فلان قال الدعم السريع نوات الجيش فلان قال يا اخي لو ما في اطاري حنقوم حارب تيطلع في تضلل فشنو انت هخال السلك ما بهمه كون الشعب السوداني حاجة تاني من الملفات الكتيرة اللي عليك يا خالد انت ماسك لينا الموضوع بتاع الخدمة المدنية الملف بتاع الخدمة المدنية انا طيب قد قد قصة كنت ما قادر تشغيلها ما اجيب مدرب اجنبي زي بتاع الكورة مشغلك وزير ليه تجي الشي للملف بتاع المدنية كله والخدمة المدنية والفايلات بتاعت الناس تمشي تديله الشركة الامريكية المغرهة في الامارات انت 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 كالمدخيانة دي قريتها وين يعني انت 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 بيع بيع انا اما كان بتردعت شوني انت ما ده نفهم انا ما هو احنا بتنقلينا الحاجات بالخلافة والوراثة والتلقين بنعرف ده مقدس ده 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 كتاب الله ده النبي بنصلي عليه وصلى الله عليه وسلم ده حاجة مقدس ده انا ما بعرف خالي السيليك اخوان عشان اديه ملف زي ده امشي باوا الامارات يقول ليه انا اتفكت مع الشركة حتنظم لي الخدمة المدنية ما حتشوت الناس دي كلها بره عشان كده الدعم السريء قدر اصل يا خالي السيليك بيعملكم عشان كده الملفات بتاع الدار الوسائق والتحف العندنا والليل المتحف القومي بتاع السودان يتكسر يتكسر يا خالي السيليك والسرق السرق تاريخ السودان انتهى بل بساطة دي كده ماشوا ناس مجرمين دخلوا المدحف كسروه انا امنك على دولة تاني كيف يا خالد نفسك انت خالد بتقول لي انا عامل لجنة اللي هو ليقاف الحرب عشان تتكلم مع الاطراف خالد انا احتار فيك ونحرية وتغير لجنة فيها عمر جميل الدين والرشيد مركوب والمرة اللي كانت سافرت دي اعمال بستامي دي هو انت كان عندك الدولة كلها وعندك الشعبي كله قلت له يا اطار يا حرب تاني خالد تجد تقول لي اذا ارا صلح انت خالد وبعدين بيجيتوا جبانين ما بتستحملوا البل بتطلعوا صوالي صفحاتكم تقولوا الليلة ظهرت القايمة السوداء في تهديد مباشر لحياة هسيا يا سيارمان ده ما قاعد في الجزير هسيا يا سيارمان ده قاعد في الجزير ياسر ذاته مرج من من الخرطوم كيف اما النفسه كيف نفس الحركة اللي عملتها في الاعتصام ما انا نفسي الاقي واحد اس يقول انا قاعد في بيتي اخواننا الوضع سيء ما في موايا ما في كهرباء كلكم ما في زي الاعتصام سكت الناس ضحيتوا بيهم قربان للشيطان جيت السلطة حاسي ضحيتوا بالشعب السودان ما حتيجي السلطة يعني بكل براءة بتجي تقول ليه انا شريك الدعم السريع لانه هو متفق مع الايطارية حتى كلاب كنا اللي بيقولوا الكلام ده ما كلك من جزا بتشبهه بعض شوني يعني الله عز وجل في مزألة الاهلاك بداها بقوم نوح شالهم كلهم برا ما هي حاجة كله برا لما نجينا في عهد سمود ريحة صرصر قوم معين ناس محددين مرة تانية شال النبي وخل القوم زنون ازدهب مخاصما سيدنا يونس واحد والقومي قاعدين ورجع والناس امنوا في فرعون فرعون والجيش حقه غرقون والباقين قاعدين في القفور يعني الغرق الجيش بعد ذاك حمل الأمانة بتاعت الصح والغلط للإنسان وفي كل الأديان فرضت عملية الجهاد دي يت يا زول ما تغلط في الله وما تغلط في الصح وما تتعدى دار تقعد في ضلالك عندنا لك شروط عليك اللي نزح مننا بعيد ونفرض عليك قروش عشان نحميك كل الأديان ما دليل الإسلامي بس عشان ما نجي بعدين نخش في الجولة مسألة التنظيم دي يا خالد الحماية بتاعت المجتمع انت بتطلع بكل تفاهة وسفالة وقلة أدب بتقعد لك في ندوة أنا دار أزيح حجيش أجيب نواته وقاعد معك وجي صالح قاعد معك يا سلعرمان ما بتقدر ترجع لكلام زي ده لكن الحجة حق تكون انه الفلول الفلول كيف ما زولك ده قال إطاري يا إطاري يا حريب انت كنت معاو الدعم السريع يا خالد انت زول أجنبي جيشه أجنبي الكلام ده قاله وجدي نفسه 2014 مؤمن إيمان قاطع انه الدعم السريع قواته أجنبي وجدي 2014 وجدي هو نفسه أول زول يتكلم انه الدعم السريع لو لاه لكانت سقطت الدولة في هيئة العمليات تمانية عساكر بتعين هيئة العمليات اتمردوا شاء له هيئة العمليات كلها من 13 ألف نفر خمسة ستة معسكرات ضخمة جدا اللي هو بسبب استغرفات دعم السريع والآن احتل السودان هل أنا يوم يا خالد قصرت أوريك المعلومة دي كل يوم مش بيجي يا أخوانا أنا وصلت مرحلة كنت أسع قبل شهرين بجيبه بجي بي اس بكتب لكم في اللايف انه يا أخي دي مواقع الدعم السريع بجيب المواقع بتعتل دي ما سلمه لون بالتمثيلية والدراما بتاعتكم كنت ساكتين حمدوك وانت وابراهيم الشيخ ودي ببساطة جاي الليلة تقول لي يا أخي أنا والله أقول للجيش البحميني من ديل أنا فلول كيف فلول يا خالد كيف فلول فلول للناس لما نقالوا لك يا أخي نقول لهم فلول كل كوزنا دوس دوس قلت ديك المقاسي ما حنعمل كده وما كل الكيزان كعبين انت قلت الكلام دي يا خالي السلك وانكي لمين انت ومعاك العجايزة المسكسكات ديل بتتونسوا بتاعب انتو يعني لا يمكن لا يمكن أنا 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 احتر ماهو ده منطق قدامك لا يتكوز إحنا عارفين تاريخك بيبي أنا قاعد أقول كلام رود عليه وبعدين تطلعيني يكوز أنا ما قاعد أهبش أسركم لأنكم انتو لا يمكن تكون أسركم نظيفة ما قاعد أخش فيها ولا بيعنيني أنا مؤمن تماما انكم ما تربيت في بيوت كويسة ده موضوع منتهي الموضوع ده هابش السورس ما سلوك عام سكر سجار ربيت بيت لا لا ده السورس انك انت ما شايف انك لما تفتح التصنيع الحربي ليعدو ده معا خيانة ده وطنية وحجب لينا الحلول انك انت تقدم كرت التطبيع يا برهان قلنا لك يا أخ ما تدي انك كرت فتحت التطبيع وقفت معاك الحرية والتغيير ساندك هما كانوا شايفينك قاتل لحد 2019 وقفوا معاك جينا قلنا يا أخي البرهان ده قاتل قالوا لا ما تتكلموا طلعونا احنا في لول أنا ما بهاجمه في ليلة من 2019 ما ادخلت يدينكم مع العساكر ده ما بعرفون أنا لما انطبع مع اسرائيل بيقى هو طيب إت يا برهان ما طبحت مع اسرائيل البلد دي ما لا منهارة إت يا حمادوك ما قدمت كل التزنازلات للمجتمع الدولي بما فيها سيداو بما فيها حقوق المرأة بما فيها النسويات بما فيها إنك سلمت يا حمادوك جمعية القرآن الكريم سلمتها لجماعة ميم الأس طالع بيطلع إليه في فتوى بيتكلم فيه أول حاجة بواحدة من فوائد الحرب إنه احنا هنخوض جولة في الدين ده يا أخواننا عشان الناس اللي عندها شوايب تقعد لها ترقد الجولة هتكون تمانية جولات إن شاء الله بإذن الله المسخة البدافعة بتاع محمد بن سلماء وقال له يا أخي جاب الرقاصة والغناية في مدينة النبي على بعد عشرة كيلو من المسجد النبوي وعسا هكذا ما شو عمله لك في الـ MBC وجاوبوه بتاع مزفد فقيري أس التحالف بتاع مزفد فقيري ده والدعم السريع وقع على المدينة بتاع قحت عشان يحمل إطاري هو 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 مزفد فقيري ده حيال بسكاكي ما هو في ليبيا المداخل ديل محمد بن سلمان لمبسون كاكي لابسين كاكي واكفين مع حفتر ضد الحكومة المنتخبة والانتغالية وضد الشعب الليبي واكفين يحاربوا بالمناسبة ما تسمح فصاحته دي لكن أنا ما حقش معه في الحتة دي أنا حقش معه في دين نبدأ له من طك طك وبعدين هو ما راجل غير الكذب واللف والدوران لا لا هو ما راجل ما بيزبط بيقول راي بعد يومين ثلاثة يقول لك واستطبت نفسي وتراجعت الصبر خلي الصوفية دي اطبحوا تيران في الأسواق والله والله هنأعمل فيك عملية لما انت تكيف كل لكم حدوسكم ده موضوع منتهي بإذن الله خالي السيلك طالع الليلة يروجوا انه يا أخي إطاري هو ده سبب الحارب سؤال استراتيجي واضح قبل ما تموت عزيز المستمع انت الآن معرض لنيران ده رزلك سؤال بسيط كده خلينا مشي جدام الدعم السريع ده بيحارب عشان شنو بس المعركة دي لشنو يعني المعركة دي الدعمة سريع غزة الخرطوم لشنو غزة السودان لشنو ده واحد شاهد عيام في بر المحس كاتب أنا منزل المنشور حقه في الصفحة كاتب الناس رجعوا في بر المحس لبيوتهم الدعامة اللي قون جوا قاعدين الواحد بيقول للدعامي يا أخي ده بيتي ده الدعامي بيقول له يا أخي كان بيتك كان بيتك الآن بري محتلة خالد ممكن تمشي تشوفه فرض الواقع اتصل بيبتي هالسيرنجة خليها جيب ليك أخاف بار بري الدعامة جوا من تشاد عشان شنو حسي انت محتل بيت المواطن لجيب أنا أفهم اللي طاري وأفهم الاتفاق وأفهم البرهان ده ما عنده كلمة انت محتل البيت بتعزل ليه محتل وليه الحارب ده عشان شنو الجيش حسي بحارب عشان دفاعا عن الشعب السوداني دفاعا عن الأرض دفاعا عن العرض الجيش السوداني لا يمكن تتكلم فيه كلمة والدرامات اللي بيعملوها حسي في القروبات عندهم ناشطين مجانين كلهم غواصات كلهم أهل أمنجية كلهم مزوجين أمنجية كويس عمل لك فيه سوار بيبلغوا في السوار حسي حايمين يقول لك زي الانصراف واللايفاتيل بحرشوا الناس عشان تقيف مع الجيش أنا أسي انت مواطن عادي كده طبيعي محتاج زول يحرسك تقيف مع الجيش حرستك في شنو أنا مع الجيش دير أركب الدعم السريع ولا دار تفاهم 100% أنا مع الجيش حاسي يدوسكن انتو ذاته والجيش بعد ما يخلص الدعم السريع دسو حطيره وين مع شان كده لازم تستبسلوا في وقفكم مع الدعم السريع انتو قالوا أن الدعم السريع حيجفليكن حائل بينكن وبين الجيش لا الدعم السريع ما بقدري يجه في حائل بينكن وبين الشعب السودان الناس دي واعية والناس دي عارفة انتو عملتوا شنو والشعب السوداني حاسي مر بمرحلة الصدمة بتاخد اسبوع خمسة يوم شهر بترجع الناس بتفوق هتعرف انه ده عرض ده بيت ديروح والله ما في سؤال بدافع لك فيه ما في سؤال بدافع لك فيه وما بتقدر كمان بيمية في المية تيجي تتفاصح مع الجيش ما بتقدر هتقعد تقول لي يا اخ والله انه حنسوا بتاع الجيش ما انا ما زات ولا بحنسوا لحاجة في ثلاثة مناطق المفروض احنا دارين فيها بسط بتاع قوة عشان الشعب ده ذاته يحس ببثغة خلوا الناس ده تقيف على حيلة الجيش براه ما حدر انتهي من المعركة دي معركة فيها محاور فيها الشيطان فيها دول بتقفل لينا فيها دول بتخطط لينا فيها دول بتحصر فينا فيها دول بتوقع ده كل حاصل مواردنا في الفترة الفاتت قبل المعركة جفت المالية وقفت الامداد الطبي المالية وقفت المرتبات في ناس من شهر اثنين ما اصرفوا شهر ثلاثة دورت البنية اربع ازاته ما اخده حاج رمضان ما اخده والله كانوا مقضلنا بلح وصابون وما اعرف شنو بتاع زيت سمسم وفتيل بتاع عصير تطلع من دي يجي وتلقى بيتك تكسر ودهبك اتفقد ارضك الممكن عربيتك ما بتقرى تسوقها ذات تسوقها تمشي وايه فيزل كان بيخطط للمعركة دي وهو الان بتفرج جبريل طيب يا اخي ما تنزل معانا ابا جبريل يا اخي ما تسنينتنا بحاجة جبريل يا اخي ما كانت الامور ماشا احنا عملنا ترس الشمال يا سيد ترس الشمال ده انت بتضرف في اقتصادك عشان تجوع فيزل بيعمل في الحاجة دي مخطط لانه الوزير بتاع الثروة الحيوانية وقف الخمسة مسالخ قبل المعركة دي بي ثلاثة سابق الحجة قال ترس الشمال بيجينا ما بنقدر نصدر بيجاي في نفس الوقت في صفحة شهر اثنين يوم ستة صفحة وزارة الثروة الحيوانية منزلين عطاءات لانشاء ثلاثة مسالخ جديدة عندنا خمسة وقفهم قال له يا اخي بيجينا ما بنصدر طريق مصر وقفته يا اخي مصر شنو يا اخدت صورتين بتاعتنا الشاحنات ديت بصدق الجزم ديت الشارع فاتح قال لا لا خلاص عزو الوقف بيجي ما بغطي ما بغطي الترس بتاع الشمال الوقف رفع الغيمة بتاعت الصادر الطم بتاعت الطيران بتاع اللحوم ارتفع بيجي الموضوع خسران طوالي لكن مش عمل ثلاثة مسالخ عطاء بتاعت ثلاثة مسالخ جديدة قال الوزير الوزير قريب حمادتي الوزير قريب حمادتي الشهادات مضروبة ومسروقة ومزورة انتم معارفينه الموضوع ده مخطط واضح الناس حاسين تنقرضوا بالمناسبة في فناء في حملة بتاعت فناء زول زول زي خالد اسري ترد ليه على زول ده الزول ده امن في بيته في بر المحس الموضوع ده انه اطار ما اطار ده ما شغلتنا الحرب وتبعاته هما الحري والتغيير استندت على فكرة انه لا للحرب عشان ما يتكلم في جرائم الدعم السريح لما اقول له يا اخي جرائم الدعم السريح هيقول له يا اخي انا ما قلت لا للحرب يا اخي خلاك كلها تقيف بعدين حاسب المجرمين انت تحاسب منه لكن بتقدر تواجهني انا يا خالي السليك شايل الملف بتاع الشهده بتاع انقلاب 25 اكتوبر مشهد بلا حد الامم المتحدة وجيت راجح ساي قاعد معاكم مبعوث امريكي وسفير امريكي فوق العادة ما قدرت اتعمل لهم حاجة وجيت قاعدت معاهم في التسوية اطاري اسا ناسخ فيك تجيب لي ناس بري حقهم لا يمكن تاني تصهر لي في شاشة يا خالي السليك عربي واضح الحاجة الماشية الان اذا الجيش شغال بي مخطط انا بتدوه زمن اذا ما شغال بي مخطط انا بالنسبة لي في طابر خامس انا اقول لك المواب بتاع البحري بتثبت وجودك انت ما ممكن تصهيني كده انا المواطم ما ممكن تصهيني كده في ناس الام بتموت عشان ما شربت موية في ناس ما عندها دواء في ناس انت مسؤول منه يا جيش انا مبررات دي كلها ما بفهمها الموية بتاع البحري دي بحري كاملة دي مدينة فيها قبال انت بتكسرهم اذا انكسر الشعبي ده في ميزان ايام معدودة ممكن يقلب عليك بالمناسبة يقيف مع الدعم السريع عادي وانت قال التجويع والحصار والبتاع دي عشان شنو الناس دي الحسع دي واكفين معك قلنا لك جيب الموية ووريهن انه يتعى عندك باور في البلد دي موية رجع الموية بكرة تمشي مدرعات فيها مهندسين بحري الموية حقاتها ترجع النقط عرب انتهى الصبابي تذكرتن ما قاعدين فيها دعم السريع تذكرتن يمي الشمال يا مواطنين بالمكرافون بالمكرافون اسمعوا اخلوا الصبابي اي مواطن يخلص صبابي الدعم ده الحلبسوا ملكوا حيجيوكم جارين بره تجفلوا بره ترجموا الصبابي دي كلها نفس النظرية تطبق في اي حي تاني ما في حاس ما الدعم السريع المستغر واحنا والله مدينهم وهما كان قاعدوا في البيت ما في كلام زي ده شرق النيل العربي نفس النظرية شرق النيل من الشارع بتاع الغزافي ده كله تمشي بالمكرافون في الجامع مواطنين هاي خارجه الجيش لو وقف عمل الحملية دي في حلة واحدة ما في دعامي بقعد في السودان ابو سعيد داخلين في البيوت داخلين معاهم سجلات معاهم دفاتر معاهم اسماء الناس بشيلوا المرأ والولد رهينا ولا اخفى عليكم انهم ماسكين اولادكم ذاته رهاين قلنا يا اخي من اول يوم في المعركة اي زول عنده زول ممسوك رهاين يتخارج لنا من غرفة الغيادة دي عشان ما يكون في حاجة لا وييدك قالوا لينا يا اخي ما في اي حاجة البرهان ده اولاده اساسا بر كباشي ده اساسا بر لا سرعات اولاده اساسا بر ما في اي حاوديش على الدعامة وبتاع الدعامة قالوا مسكين الولاد انا وتاني جيتكم تاني يوم قلت لكم يا اخي ما تلوي يد السودان اولادكم اضربوا لهم تلفون وادعوهم واشهدوا ارجموني انتو زادكم زي ما ضحيتوا باولادنا في مفضل الاعتصام ليه مصلحة البلاد زي ما قلتوا للاولاد دي لطلعوا يوم 25 عشرة موتوا عشان المدنية الكاملة وزغاة الانقلاب جيتوا فينا قاعدين في الاطارة مع الدعم السريع بدون اي خجل عادي انتو صح يعني عادي واغنعت الحمير ديل معاكم عادي استنفار البلد في حالة حارب استنفار كامل لكل الاعلام لكل الخطوط الاعلامية للغنوات الغنوات بيطلع علينا شوقي ولا يطلع علينا خالي السلك ولا ياسر عرماني قاعد يورجق ياسر اعمل مناشدة لدوة بتاع السكر في القضارف نجيبه من اسيوبيا نجيبه وحرك الناس مؤتمر السودان اتحرك حرك ناسك لا اطلعوا في اللقاء وقل لك ارى الاطاري وهو والاتفاقية والإيقادة السلاسية قتلتوا الناس ما دارت تتحملوا المسؤولية طالع تقول لي يا اخر خلاب بين وزي ما اغنعناه انت عندك لغاة قبل 12 يوم بتتكلم مع احمد طه يا خالي السلك قويس قلت ليه في مؤامرة وراها الكيزان ولكت داك الكيزان قاعدين في التربس سألك المزيع قل لك يا اخي هم غياداتهم قاعدين في التربس عملتوا المؤامرة تعدك السير السجندل طلعتون انتو حس يا احمد هارون وينو انا سألتكم لما ان احمد هارون طلع لما صلحة الجيش ولا مصلحة الدعم السريع ما جاوبتو حسي شايفينه احمد هارون وينو احمد هارون قبيلتوا وينو دعموا وينو اعلانوا لي انو من القبيلة حقته من شمال كردفان انو مساند القوات المسلحة وينو الكلام دا ما في كلام زي دا ولا حيحصل كلهم مع الدعم السريع ولا حيحصل حسي شايفيني قالوا لك قاعدين في عالية امشي الدعم السريع خش عالية انت كوبر قبيلت تخش هتطلعهم طلعت اربع الف من كوبر سبع الف من الودا ستة الف من سوبا ما لك ما ماشي جبت العشر الف دل وقرطتون يا احمدتي ما لك ما قتلتهم ما لك ما اعترضتوا قلت يا اخي دي مؤامرة كذان لما انحمدتي ما لك حسب عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ولا عشان الخال سكدتوا ما لك ما قلت الكلام دا السفية الحمدابي مخطط ما لك ما قلت يا البوشي مخطط مكشوف انو حيمرقوا الكذان من السجون عشان يعملوا الانقلاب ليه ما قلتها في حسبه ليه ما قلتها في الحاجة ليه ما قلتها في كبر ليه ما قلتها في منعدة ذاته مصرين تغنعوا الناس بالباطل احنا حسي لابنعرف جيش لابنعرف دعم السرع لابنعرف غيامة انت وين طالعين شاب يعني ما بيخجل في صح حسي احنا بقول لك فداسة دي بيحتلوا فيها والجزيرة بيصلوها وجياد وصلوها دا لها لك يا خالس مستعدت بأي حاجة انت جبتها سيداو وانت جبتها الخدمة المدنية وانت لبعته مستندات الدولة وانت لبعته المتحف القومي المتحف القومي الان تكسر يا اخواننا يتنهب التحف التاريخ بعانخي دا كله تكسر خلاص ما في بعانخي تاني اقيفوها لحيلكم اتحملوا المسئولية احنا في مواجهة الحارب عندها تمن تتريس الشوارع دا حسي عشان الدعمي ما يرجعلك حسي الدعمي بيقى ساكن في البيت دي الحرية والتغير قارت لك لا للحرب يا لا للحرب والنازلت سسلموا وسكتوا والدعمي السريعي قاعد في بيوتهم دارين مواجهة حرية تغير اكتبوا هاشتاغ لحمدتي ادي المنازل مواجهة بيوتهم خليها اديهم مواجه اديهم قروشهم دي المغراطية جايبة حمدتي وده الاتفاق الاطاري حسي لافزل فيكم مذكرة الدعم السريعي بيحارف شنو اللي لشنو اللي عشان شنو الحاجة التانية اللي انا شايفها سكات الجيش عن الحاجات اللي بتوحد معاوه الشارع ده وبتحسس انه هو متحمل المسؤولية القضايا الساكد عنها هالجيش دي واضح انه في انقلاب تم او حيتم شرحنا الموضوع ده البرهان ده اخواننا جابته اسرائيل وامريكا والامارات ما اخترت انت ولا ولا مؤهلات ولا بتعرفوا له حاجة جابهم اذا انت دارت عمل انقلاب قلنا ملازم نقيب ضابط رايد لو ما بتعمل انقلاب الا بعلم وموافقة امريكا انت ما اجيش رسمي عملت انقلاب بدون علمهم بكرة الصباح بنزلوا لك بعملوا لك انزال وبيعملوا لك حصار الحصار اللي عمله 25 سنة لنظام البشير ده ما عشان يصقطوا عشان يصقطوا الشعب السودان لانه سامة داود عنده منتجات امريكية امريكا ما كانت حاضرة والصمو حقنا ما كانوا حاضرين ليه لكن تاكد مدينو يعني احنا الان دول حصار الاقتصاد الامريكا لو الناس ما عارف ما ترفع طبعا فما في دولة في العالم بتعمل لها انقلاب بدون علم وريضة امريكا انتو البرهان ده مجزوا لامريكا اي خلوا قاعد في الحتة اللي هو قاعد فيها تمام اطلعوا الشارع حلو شيل كلاشك تمام اعمل الصح تعالي نعيد البرهان دي والغيادة قال ليكم يا اخي الحتة دي حاصروها ما تضربها نار والطيران هدنا ثلاثة يوم والطيارة المسهرة ما تضرب قل لي جدا تمام ما في مشكلة اطلع الشارع الكلام اللي قال وكله اعمل عكسه خلي قاعد لامريكا زول كنوا قاعد ما سألنا اما فكرة انك تعمل انقلاب على البرهان معناها شنو معناها انت بتنقلب على الناس القالوا ما دارين اطاري يما البرهان اساسا وقع على الاطار ما يشبكك انا بجرجير ونبلعب بين سياسة انت بقعد تجرجي زول ولا بتلعب بزول سياسة ولا كنت مستعد ولا دار تستعد ولا حتستعد الشعب السوداني رافض الاتفاق الاطاري انه يحكمن حميتي ده الشعب السوداني ما رافضوا البرهان رافضوا الشعب السوداني الان اذا حصل انقلاب على البرهان معناها دارين يجيبو زول امضي الورقة دي مع احمدتي باختصار. حس البرهان شاهل المسئولية. في مواجهة الشعب السوداني ما عندو سكة. لازم يطلع في الاعلامة الليلة طلع قال انا ما حتفق مع الدعم السريع وما حقعد معه. ما عندو سريقة يقول غير كده. دعم السريع وصل لحد بيتصوروا له. ومكتبوه وعربيته المارسيزي الساقوة. ما عندو سريقة غير كده. يطلع في التليزيون وقول لك اهد ما بقعد مع احمدتي بيخدر فينا. اي حزاتهم بيخدرك. المعركة دي احنا خسرنا فيها اي حاجة. ولا يمكن في النهاية نسمح بالحاجة اللي بتحصل دي. لازم تنتهي. لازم تنتهي. الخوانة دي كلهم بيجنودهم بيسياسينهم بيعساكرهم. انتهوا بس. ما حنشوفهم تاني. تنظف البلد دي ستة شهور انتخابات رئاسية برلمانية. الجاهز يخش الصندوق اللي ما جاهز يتفك فكبر البلد دي. وهم فعلا كلهم طلعوا يجوازاتهم وطلعوا. قاعدين لينا الصنج دي. يعني احنا نتالي بواحد اسم محمد الفكي. جبان. خواف. الليلة ما كتب لا للحرب. اختفاء الشرطة الداخلية عندها فروع قوات مقاتلة. حاربت في دارفوردي ثلاثة سنين. ابو طيرا كان بركبه الاندروفر يا اخواني. ما تاتشر الاندروفر مش ما بيوحل. انسى. ابو طيرا وين حسي. بتكلم عن ابار مويا بنتكلم عن منشآت. انت بتحارب في شاف عمره سباح طهر سنة. ياخو انت ايصالة سعية بتاع ابو طيرا دا. انت ايصالة سعية اكبر من الودة. تلما انت علمت السلخ وتعلمت الرجع. هو الودة لسماوي. انت سباح طهر سنة. منول في الجيش دا حسي رغيب هو ولا في الشرطة ولا في في الامنية خدمته اقل من سباح طهر طهر سنة. شنو يعني خشيتوا معارك في دارفور. خشيتوا معارك في جبال النوبة. خشيتوا معارك فينا في السودان من 2013 اتو بتحاربوا في الشعبة السودانية. بيجوك زي ستمائة الف انتو تناشر نفر بتقدر تديروهم. شنو يعني حسي كلكم مخندقين. فيشنو. امكانيات الشرطة صرفة اسمع وارونة عادي للشرطة طابور خامس عشان نشيلة بر حساباتنا بنسد لكم الفرقة. بنسد الفرقة. ما هو لازم تحصل مكاشفة. الجيش نقرته في السماء. ما بيجي بقول لك والله تعالى كيف معي. الادارات الاهلية مفروض تكون حلقة بين الجيش وبين المواطن. اسمع والله الجيش هديل قالوا واحد اثنين ثلاثة. طلعوا قبال الادارات الاهلية ساكتة. دل كمان زمان كان بيحرس الجيش وبيدين كروزرات وبيدين مربعاتي عدن وبيبقين اغنياء وبيدين جوازات دبلوماسية حسيانات طفوق كلهم. منتظرين الدعم السريع يفوز. والدليل انه ما قد قاتلوا. الضرر بتاع الاعلام الكاذب. الجيش دي شغال شغل ما دار الاعلام يشوفه. انا فاهم ليه. قل لي ليه. لانه حسي تقال خالسينك دي قاعد يسوي شنو في السودان. ما قاعد برصد في اخطاء القوات المسلح. لو شفت الصبح بتاعت الاطبة دي. منزل البوس بتاعت مستشفى مضروبة. البوس مكتوب ما زال النظام العسكري في السودان يمارز قمعه وقتله لمواطنيه. وضربوا المستشفى. المستشفى دي ما حسي عندك كان يا طبه كان عندكم خمسة يوم في مستشفى الخرطوم. اسرين ليكم ميتين طبيب ومريض. ما لكم ما قلتو دي لل. عشان الدانة وقعت في المستشفى بتاعت فضيل. ضربت دعم السريع ذاته. كويس. سلمان فضيل ما بتدعم حميدتي. تمام. عشان يجي بعدين اعملوا لين عقودات اعمار السودان. يا الله قم خرابيتك دي. اه ما لكم ما قلتوها. خالد السليك قاعد بيوسق في جرائم القوات المسلحة ضد المواطنين العزل. يا خالد يا اخي في دعم ساكن في بيت. ساكن في بيت امجد. امجد ده امجد فريد ده ما زول كان معك في مكتب حمدوك. زول كان معك في مكتب حمدوك. جريت بتاعت واشنطن بوست عمل اللقاء مع اه دالي الروبي. اه بتتكلم عن انه هل احنا فشلنا في حتة فيه ثورتنا. جاعدة في مصر. هلو احنا فشلنا في ثورتنا. يا حلق له جومي جدي. جومي جدي. ما هو انت. انت ما عارف اروح كنتي فاشلة. وسبب ضيع البلد دي. وطبع المجارمة لانه كنتي المنصب اللي كنت فيه. والحتة اللي انت فيها بعد ثورة. ما كنتي كفاءة لها. عشان كده لازم يجي حمدتي. ما قدر توسق الجرائم لعمل الدعم السريع يا خالي سيلك في صفحتك. ليه بيت امجد فريد. دعم للجيش. قال لك يا اخي قاعد دعم سريع ابتبه. خلي عندك حياد. الجيش ضرب المستشفى. اي. الدعم السريع قاعد فيه بيت امجد فريد. بل ما في اي زارة يا خالي. موضوع ده ما في اي ضيء ما في اي حاجة. نكون واضحين نكون عندنا حياد. ناس الفينميستل ما طلعوا وناس حنان والجماعة دي. حنان اليوم داك بتقول للحور ابراهيم الحور الناطق الرسمي بتقول له يا اخي انت بتعترف بخارقك للهدنة. ابراهيم الحور كاتب يا اخي احنا ضربنا قوة منسحبة من الدعم السريع ماشي على قري. حس الدعم السريع قاعد في قري والغاز اللي ما نقطع والبنزين يقطع والجاز يقطع. الناس اللي في البيوت دي المنظر حيكون شنو يا اخوان. حنصل مرحلة حنتكاتل في بعض. انا ما عارف الشعب السوداني. يقدس الحياة تماما. الموت في الفارغة مستعد. ينزل اي ضربك في اشارة. بيمفتاح العجل بقرض القتل. ما بعرفك. تلاتة ثواني تلاقينا. عين تلك بتكشف لي ما لك يا صاحبي. شنو رفو الحجارة ده. بيفتح الباب بينزل. بنفتح الظهرية بيشيل مفتاح العجل. الفو سنة بيجي بركب لك في جزازك. والليل انا بطلع. والليل انا بقتلك. والليل انا بخلق. وارجع وراء واستصل. اول ما نيجي دعامي عائل اللي امرت وقول لك لا احنا ما عشان المسألة بتحس السلمية دي. والبلد دي عشان ما تضيع من يدنا. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. فالناس حسي حتتكاتل في بعض في البنزين. ده كل الكوارس الان خايفة تحصل. عشان يجبروك بالغرار. انا ما دارت اصل المرحلة. اتفتح معبر لمصر. اي زول يمشي مصر. احنا ما عندنا معاهم مشكلة غرار وما سوداني. الدارق وعطينا لي الظروف. ودارق وعطينا عشان البلد. برضو احنا فوق راسنا. ما حدارنا حاسب زول ولا حنا وزنزول. كله احنا معاك. اتو سوداني في اي حتة احنا معاك. اي حتة تمشي اي غرار احنا معاك. اي غرار تتخزه احنا معاك فيه. صاح غلط احنا معاك فيه. نكيف الغرار ده لحد ما يبقى صاح. معاك اصوى ما بنخليك. لكن في الاعلام المضلل. حتى في القوات المسلحة. انا ما دار الاعلام بتاع الطيارات. مشت الطيارات جات. ما تقولوا الكلام لا. ده الماسكن لكم الفصل السابع ده راجينكم. جيب الدعم السريح في حتة. بالماكرافون بالاسبات بالدليل. اضرب للوان المتحدة عديل. مكتب الوان المتحدة ده مع ذاعد المنسق والصديب الاحمر. انا زي المحتلين البيوت دي اخي احنا قدامك بنقول له نطلعوا. ما دار نطلعوا. ما دار نطلعوا اي. شكرا يا اخو اي اتفضل امش. انا بنورن شغول جيش. خالسيلي قاعد قاصل الفصل السابع دار يجيبه باي طريقة. مريم الصادق دار تجيب الفصل السابع باي طريقة. ما بتتكلم عن 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 جرائم الدعم السريع. احتل بيت المهدي وضرب القبة حقها. تال مهدي تاني ضربوه. لكن مريم ما حد تقول الكلام. حد تقول لك احنا اخطانا في شعبنا. ندماني اللي ما دار اسمع الكلام ده. الدعم السريع رايك فوشن. بس ما الواضح ايدانا ولا ما ميدانا. اول مبارح غنات الجزيرة مشت الكلاكلة. شفتوا الفيديو بتاع طرد الصحفي ولا ما شفته. شفتوا الفيديو بتاع طرد الصحفي بتاع غنات الجزيرة ولا ما شفتوا. قامت نقابة الصحفيين المحلولة حقة حقة الدعامة اللي هم القحاتة. المحلولة طلعت بيان قالت نحمل سلامة طواقم الاعلام والصحفيين الى الجيش. لانه بيهددهم وبيقوا يطردهم من مواقعهم وبيقوا بيمارز عليهم قمع. مشوا صحفيين دخلوا بيت مرة. الحلة كلها ملمومة. الرجال النسوان مصورة فيديو مبسترة. ناس الحلة طردوا المزيع والصحفي شالون برا. قالوا ده الجيش. يمارس قمع على الاعلام عشان يمارس قتله وابادة في شعبه بالطيران. هو انت انا ما قادر افهم لسه. لسه والله. حيدوك كم يعني. يعني انت حيدوك كم. فشلت بمؤهلاتك باي شي تكتسبه. حس الزولة بيبيع حاجة في الشارع ده فارش. ده ما اكتر زول ما حتاج انه يبيع ضميره زمته عشان يسكن في بيت حقه. لكن لسه بمشي تاني يوم ببيع شواحن. المرة اللي بتبيع شاي هي ممكن تبيع اكتر من خالص لك حوجته للمال. لكن انه نفهم بعد غيمة في الحياة انه المال ما اي حاجة. وما اي زول فغير معناها احلامه فوق استطاعته. عشان ادخل روحه في سرقة وقتله نهب. هو مكياج مشرور في السوق اي زل بيشتريه. شون يفرد نقور نيسة ده. خشته حنان وخشته اه اه واحد ابوها مسميها جمرية. دي بتوقع بيسمي. انا احترم برضو بعض الاباء يعني. فواحد طبعا في شلة ملمومة كده عليه. فيها صحفيين واعلاميين وكتاب وكده. وسياسيين مجلس السيادة. اللي الكل يوسوسوا في القروبات وصرفوا وجاب فلان وصرفوا وجرع فلان. بعدين زي زي ما قال مرتضى مقبول. قمرية دي ابوها سماه قمرية عمر. دي واحدة من تجمع المهلين المضطة الوسيقة دستورية. طبعا ان شاءتها بره زولة نيشة وزولة كيسة فاضي. جابوا بدلة دارية الروبي. الاصم بتاع. هي دي الخلاطة والمواكب البتاع. النهر الدين طوان بتخلصوا منه. الوقت ده كان بتاع زمن اه بقايا العصيدة والتشيكس النظيف دك. وما عارف ما شين اللاقف منه في واشنطن. وما عارف ما عارف جروب ديبلين. وانيار الدين في منه خرجوه لك. بعدة كل الواحدة تيجي تتفاصح. صرف انا حطي. ما تعتقد شننت ابوك سماك جمرية. يخ جدي كده ولا كده. فو احد تاني كاتب ما بيعرف بكتب. ده ابوه هو مفروض يعملو له تمثال. والله. سماه شنو تخيل. سماه حمر بزيادة. اقسم بالليجن. بس هي فيها تعديل بتاع حروف كده حرف حرفين. لكن ابوه كان صاحب بصيرة. سماهو حمار. عديل. والله يجد. اخصم بالله مش صفحته. مكتوب. والله حمار بزيادة. ايه رأيك? ده مش ابو كاهن عديل. ده فات صرفه ذاته. عرف ورده في النهاية طالح حمار. السنة كلها انبح لينا انا والاطارية والدعم والجيشه بتاعه. انت مش كاتب اي. الزول مش بيستغل صفحته وانشر كتبه اي انشر قصصه اي كده ادينا حاجة. كاتب شنو انت? هو انت انت كتابتك البشير اديك فيها جايزة من دلالة على انه انت حمار. البشير ما اديك لانه انه انت عالم حق الطيب صالح اديك لالفين وعشرة. لانك بتفهم. البشير لانه ما بيفهم. لقطك كده وانا نوع من السلمية في العلم وانه احنا ما ده كاتب معارض مقيم في مصر حنديها جايزة وحنديها لما يمثل اسرته. وكرموهن وزين والفاتح. البشير اللي اعبك تم بيك شغل لكن جاعة الماسونية تمت بيك اكبر شغل طبعا. حاجة اشرح لك تاني بس ما تجري تتفاصح تكتب حالف صفحاتك لحد ما تكلم. ابوك سماك حمر بزيادة. ده 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 تتحدث الاواسط بتاعت القحاتة انه في حاجة هتحصل في خلال الايام الجاية. وانه الناس احسن تطلع وانه الناس احسن تقعدوا بتاعه. ومرقوا ناس كنوا سووا بتاع القحاتة ما مرجفين في المدينة بيجيبوا الكف وبعدين بيجروا. البديل للاطاري الحرب اول من قالت طاخ رجب الطيار الفرنسية قاعد يبكي. والله. يا اوز ما ترجل. انا طبعا قلت لهنا اخوانا زول ده مشى فرنسا المشهورة بافلام الجيش عشان يجيبوه. يحضر افلام الجيش عشان يقدر يقاوم. مشى الرشيد يجيب افلام جيش. وهو ده هس اللي بكتب في البيانات وبيكتب في لجنة المعارف مقاومة الحرب. انت ما قلت يا اطاري يا حارب. خلاص بيكت حارب. مريم ما تبكي. موت بس الشغل لموتنا. كلنا حموت. بس. بدون ما انتلفت نلقى يا اخي معمال استاك. الليلة الدعم السريع مشى حاصر جاء مستشفى الخرطوم. امس بتكلم عن معمال استاك. يا جيش همشي بقوة خاصة. يا اما تسوق معاك غانتها بتصور معمال استاك. يا تضربوا طيران نكفي للقصة بتحت اللي. مارد مارد ما حتخلينا. تتكلم عن انه خايفين. ومصر ما حتخلينا. تشرب بعض الحاجات احنا خايفين. معمال استاك ما فيه حاجة. معمال استاك فيه درن وفيه حصبة وفيه مكروبات بيتطوربها ادوية سيء. ادوية باشتراها من الصين. باودر. مصر خايفة. السيوبي خايفة. دارين تلصق السودان ده فيه اسلحة كيماوية وباي صح. تلفوا تلفوا دار تجيبوا الفصل السابع. عموما. العربي ده واضح. الجيش الرقوة اللي بتعمل فيها دي. في طابور خامس. ما في طابور خامس. بكرة بحري دي تنظف لينا المحطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة التانية. وزارة الداخلية. في وزارة الداخلية ولا ما فحسي عشان نفهم. عشان مين حسي احنا نبدأ نفتش لينا وسائل بتاعتين الناس دار تسافر جوازات. في ناس اكملوا الورق حقهم وجوازاتهم صادرة دارين استلموها. افتحوا لينا مكاتف في المناطق الامنة والمدن الامنة. الجوازات تشتغل في المعبر. تكلمنا الاسبوع الفات. تاني نعيد. تشتغل في بربر. تشتغل في شمال كردوفان. شمال كردوفان على ضغط خرافي بالمناسبة. والنهود تحديدا. الاكل بيقى ماشى في مشكلة. المعينات بيقى ماشى في مشكلة. الدوة في مشكلة. ما خلاص الولايات حتى بدأت تتأثر. بل خرطوم. بل مخزون الاستراتيجي البدا يفضل. اخوانا نشتغل وانتو. نجيب حاجات من مصر حسي. ابناء المحليات والناس اللي عندهم قروبات وسرية اخوانا تحركوا. رسلوا القروش عن طريق السفارة عشان ما نخش في خلاف في مصر والقروش جاتوا والمصريين دارت اشتروا بها سلاح والكلام فاضى. سرسلوا عن طريق السفارة مندوبك يمشي للزول مندوبة السفارة يمشوا استلموا القروش من الوستران يونيونيون يمشي شركات الدوية يشتروا يشحنوا في البصات. كلام اللي انت اسع ما عاجبك ده ما بتقدر تصموضك ترمي خامسة عشر يونيون. والانكساء رح تكون بطالة.